ولي الحديث عن هذا الموضوع يلتحق بنا شاب رزاق لبزا محمد من الوادي السيدي أهلا بك مساء الخير ويتواجه معهم رسينا من ولايتي الوادي عبدالعلي رحومة أهلا بك أهلا بك زميلي محمد ولكل مشاهدي خانة النهار أينما كانوا للحديثة على قضية محمد رزاق لبزا الذي أسالت الحديد من الجدل خاصة في وسط التواصل الاجتماعي بعد التهميش والإقصاء الذي تعرض له اليوم نتواجد على مستوى مستودع المختلع محمد الذي أحرق جزء من كبير من الشهادات إضافة إلى جزء من الاختراعات على مستوى هذا المستودع محمد هنا يتكلم على تهميش خاصة أنه في ظل الوعود في كل مرة يتحدث عليها محمد أنت أقدمت على هذه الخطوة وشارك تشوف أنت من الخطوة عليها رقدرت الحاجة هذه وحدثنا وحدث الناس فيها من الناس بسم الله الرحمن الرحيم راح نتكلم على الشيء للسراء هو من كثرة التهميش لأن الأشياء هذه اللي راني نخدم فيها نخدم فيها ونصنع فيها من مالي الخاص وكل الصناعة التي لصناعتها هي كلها من انشغالات المواطن يأتون للمواطنين يقول لنا محمد درنا آلة شفط الرمال لأن في الجنوب عدنا الكثير من الرمال خدمنا الأهل الشفط وقدمناها للمسؤولين والمسؤولين لا حياة اللي ما تنادي معناها في ولاية الواد عدهم تهميش كبير معناها في الصناعة والابتكار والشهادات اللي حرقتها هي شهادات يقولوا لك هرواح ادي الشهادات بما نقوله بدراهم كبيرة وتروح للشهادات تدهل المؤسسات بيش تدخل العمل تلقيها غير مستعرف بها لهذا اللي شفت هنا هنا في الجزائر شهادات غير مستعرف بها أصلا ويبيعوا فيها دين هنا في الأسواق معناها كل واحد يحكم له في رأسه يقول لك داير الأكاديمية واحد يقول لك داير مؤسسة دولية واحد خبير دولي ولكن الشهادات هذه غير صالحة أصلا لماذا نخلوها حتى تعود الناس تاجر بأوراق حبر على ورق هذا محمد أكيد أنك عندك عديد الإنجازات خاصة في مجال حاجية الناس وابتلك ابتكارات عديدة أبرزها أنت انطلقت من طائرة شراعية وحلقت بها في سماء ولاية الواد إضافة إلى العديد من المشاريع والاختراعات أبرزنا أكثر أهم الإنجازات اللي قدرتها ولا الاختراعات اللي قدرتها الإنجازات اللي ناخدفها كلها من إنشغالات المواطن المدى الآونة الأخيرة قلنا درنا جهاز اللي رأي الناس تموت به والاختناقات درنا جهاز كشف تسربة الغاز لحد الآن ما شافش النور بالرعم وقعت كارثة في الأمومة والطفولة في ولاية الواد والجهاز رأي عندي غاذتني روحي كعاد الأولاد والأطفال اللي تموت والجهاز رأي عندي وأنا ما عندي حتى سلطة بش نبيع الجهاز انتاعي أو نسوقه محمد نتنقله خلي الناس تشوف على المباشر هذه مخلفات الحريق الذي قام به المختلع اللي هو يرى أنه تعرض لتهميش كبير عدم استحقاقه لكل هذه الإنجازات التي قدمتها أعتقد أنه محمد اليوم حاول أنه يوصل رسالته بطريقة مختلفة على الجميع لأنه هو أحد الشباب المهمش أحد الشباب المختلع الذي لم تنصفه جميع السلطات لإبراز كافاءات له أولا محمد للأمانة أنه أكد على أنه بعديد الأليات التي تستورد سواء من الصين أو تركيا أو من عديد الدول هو يمكن أن ينجزها أو يصنحها هنا بصناعة محلية أكثر جودة وحتى الأسعار هنا تكون أقل بعشر قرار عبد العالي رحومة عندي بعض الأسئلة فقط للشاب عبد العالي رحومة فقط يعني تابعنا ككل الجزائريين هذا الفيديو لا أدري عبد العالي نعم نحن من فضلك فقط عبد العالي شهدنا ككل الجزائريين الفيديو الذي قام بنشره هذا الشاب كان يتحدث عن الشهادات التي تحصل عليها ويقول بأنها شهادات تباع فقط ماذا يقصد بذلك؟ زميلي في المستوى المركزي أؤكد أن هذه الشهادات تحدثنا على الشهادات كيف هي الشهادات التي تحدثت عليها أنها تباع وتشرى هل أفادتك في جنة العمل كما قتل البارح؟ والله هي المؤسسات هذه هي التي تتكلم وتقول لك التي تحصل على هذه الشهادات سيدخل جنة العمل وأنا عاطل على العمل كي تكلمت عن الشهادات هذه وكلمت المسؤولين التي أعطوني الشهادات قالوا لي الشهادات هذه تمشي في المعنى مقبولة في سويسرا وفي دول أوروبا ولكن أنا في الجزائر لماذا تبيع لي شهادة وفي الأخر تقول لي يروح للدول البرى خارج الكلمات البيع يروح يبيع اللي قدامه وراح على أساس بش يدير شهادة وفي الأخير راح يدير شهادة زميلي في المركز كيف هي البيع معنا شهادات تباع بأثمان من منظمات أو أكاديميات هل تم تكوينكم فعلا هل أن هذه الشهادات هي تباع فقط أم ماذا؟ لا الشهادات هذه دورات تكوينية كما رأى ما يقولوا هما يديرك دورات تكوينية مدة يومين أو يوم ويعطيك شهادة ويقول لك هذه خبرة خبرة تاعة في مدة يومين ومن بعد تروح تخرجها بأسوام كل واحد راح يدير رسومة تاعة كأنها راح يبيع في الأسواق في أسواق الخضر كل واحد راح يدير شهادة ويروح يقول لك راي عندي شهادة وراح نديرها في كادرة ونقول راي أن تحصلت على شهادة وهي لا حاية لمن تنادي معناها حبر على ورق طيب عبد العالي بالحديث مع هذا الشاب المعمول به في العديد من الدول أن أي شاب لديه أفكار ولديه مشاريع فيه مؤسسات ربما تابعة ليدولة من تحتضن هذه المشاريع وتمولها وهناك كذلك رجال أعمال يمولون هذه المشاريع وهذه الأفكار التي يجسدونها على أرض الواقع هل هذا الشاب توجه إلى شركة وطنية ما أو توجه إلى رجل أعمال ما ربما من أجل تمويل هذا المشاريع وهذه الاختراعات زميلي محمد محمد أنت أكيد عندك اختراعات كثيرة وعديدة هل أنت توجهت إلى مؤسسات وطنية أو إلى حتى رجال أعمال لتمويل أو دعمك لإنجاز هذه المشاريع على أرض الواقع هل موجود هذا الأمر هل أنت تحركت للناس هذا ومحاولت تعاونهم أن هما يتكفلوك وهما التي تقدر تخرج الإنجازات أنا كل رأي ندير في الأشياء هذه رأي مجسدة في أرض الواقع ومجسدها كل الإنجازات رأي مجسدة ولكن لا أحد منها رحت وعرضت ولكن للأسف يعني أبواب مغلقة زميلي محمد نستأذنكم أستاذ الجمهورنا ومشاهدينا نتنقل هنا بين هذا المستودع الذي لا تتعدى مساحته العشرين متر مربع هنا هذه الحاوية الذكية هي تجسد هذه الحاوية الذكية تكون هي تحت الأرض على مستوى عالمي موجودة هو جسد على هنا لم يرقى أي جهة من جهات سواء بلدية أو الولاية حتى تتكفل بهذا الاختراع أو هذا الإنجاز على الأقل لإحتواءه محمد نروح غير هنا بارك نتحثوا على الحاوية الذكية التي ممكن هي تقدر تعاون على الأقل المدينة في تقليل من الأوساخ أو حتى الرائح الكارية نعم هي الحاوية هذه درناها من أجل مدينة نظيفة وجاملنا درنا هذه كلها من الانشغالات المواطن قال لكم محمد درنا شيء إن حين الظاهرة تعال الأوساخ وتراكم الأوساخ وظاهرة سرقة الحاويات المشكلة يقول لك راني يعطون البلدية حاوية يحطوها في الشارع ما يلقهاش من غضوة يطلع عليها النهار ما يلقهاش خدمنا جي للحاوية هذه تهبط وتطلع تحت الأرض معنى الأوساخ وكل راح تجي تحت الأرض في حالة ما إذا يجي عامل النظافة راح يخرجها هي من تحت الأرض نعم في المستودع هنا نؤكد أن عديد الاختراعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة هي من خردوات من بقايا حديد المحمد أنجز ما يمكن إنجازه ويكفي أن محمد هذه مصباح يقوم بمجرد أن تضغط ببصمة اليد فيشتعل هذه إنجازات تقريبا محمد التي لم تتواكب معها السلطات أو حتى رجال أعمال لاحتواء هذه الموهبة زميني محمد نتمنى من التفاتة نوعية سواء من السلطات أو حتى رجال أعمال لاحتواء هذه الموهبة لتكليف على الأقل على الأقل شكرا جزيلا لك عبدالعلي رحومة وشكر لضيف الكريم رزاق لبزا محمد من ولايتي الوادي